من فترة صغيرة كنا اتكلمنا عن الدكتور البلتاجي وحالته الصحية النهاردة أسرته نزلت البيان المؤلم اللي بيكتب عليه في الهاشتاج واللي بيكتبه على الهاشتاج منذ ساعات أيضاً لوضع البلتاجي والذي أصبح أيقونة لا يزال التعنت في منع الدكتور البلتاجي من العرض على المستشوى قائماً وقامت الأسرة بتسليم إدارة السجن نفقات خروجه للعلاج وصدر قرار من المحكمة بالسماح لكن لم يتم تنفيذه طلبات مستعجلة تتقدم بها الأسرة ليست رفاهية لا يجب أن تخضع الحياة الإنسانية لحسابات سياسية نطالب كل المعنيين بالساعة لتنفيذها توفير إشراف طبي متخصص أو نقل المركز المتخصص يلقى الرعاية والمتابعة على نفقاته الخاصة حتى أو يشرف على علاجه أحد استشاريين مستشفى المنيل مطالبة بجمع شمله مع ابنه أنس وفقاً للواقع السجون خصوصاً مع تفاقم الحالة الصحية وحاجته الحقيقية الدكتور البلتاجي لمن يرعاه أو في أصعب الأحوال يتم السماح لأحد زملائه في البحبس بمرافقته ليتمكن من تقديم المعونة في الحاجات الأساسية زي تناول الدواء والطعام والشراب وغيرهم دي سناء عبد الجواد تعجيل إجراء الفحوص الطبية المتأخرة زي الرنين المغناطيسي والأشعة المقطعية والموجات الصوتية على الرأس وشاريين الرقبة وجمحها لازمة وضرورية من أجل التشخيص الدقيق وبعدين ده توصيف تفصيلي لبعض الأعراض الصحية اللي ظهرت عن الدكتور البلتاجي من 10 يناير ضعف شديد في عضلات الطرف العلوي الأيمن لا سيما عضلات اليد اليمنى أصفر عن سقوط الكف طراب الإحساس والتنميل والخدر باليدين ارتفاع مستمر في ضغط الدم شعور باختناق وضيق شديد بالصدر والطراب شديد في النوم إضافة لأمراض الأخرى التي يصيب بها أثناء السجن في السنوات السابقة ولا يزال يعالج منها قصور شديد في وظائف الكلة التهابات كلوية منعية قصور شديد في وظائف الغدة الدرقية التهاب المفاصل الحياة للبلتاجي واللي زي حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل فك الله كارب الدكتور البلتاجي ومن معه من أحرار مصر